الطريقة الهاشمية الأحمدية الخلوتية نعم خصوصيتها إيه ويعني وردها الأعظم إيه جمالها يتمثل بالنسبة لحضرتك في إيه أو يعني بالنسبة لمريديها طبعا يتمثل في إيه وتحملها أو جلدها أو يعني الصبر فيها يكون على إيه أولا الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية يعني تنسب إلى جد جدي الحج محمد أبو هاشم الخلوتي الذي جاء نازحا من بلاد الحجاز منذ أكثر من 200 عام في أوائل 1800 ميلادي جاء نازحا من الحجاز وأقام في قريتنا بني عامر وعندما أقام كانت في حارة تسمى حارة الأشرف إلى وقتنا الحاضر وكان له مكان يختلي فيه اسمها خلوة الشيخ اللي فيها حاليا المقام بتاعه والمسجد والساحة وبيوتنا كلها في هذا المكان الذي كان يختلي فيه الحج محمد أواشم عندما جاء من الحجاز جاء إلى الأزهر وبدأ يدرس في الأزهر الشريف والتقى بسيد أحمد الدردير كان في هذا العصر سيد أحمد الدردير وأخذ عنه السند الخلوتي هو التقى بسيد علي البيومي وأخذ منه السند الأحمدي سنة سيد أحمد البدو فلذلك إحنا نسميه الخلوتي الأحمدية لأن معنا السند الخلوتي سيد أحمد الدردير والسند الأحمدي سيد أحمد البدو من سيد علي البيومي فلذلك الطريقة أوردنا وأذكرنا اللي هي أوراد السادة الأحمدية والخلوتية كلها تقوم على الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذكر باسم الله الله ولا إله إلا الله وعندنا ما عندناش إحنا ذكر بالأسماء زي الطرق الأخرى اللي بتذكر بسبع أسماء وبعشر أسماء وبيحددوا عدد لا إحنا عندنا عدد معينة دائما تكون عدد وطرية في الصباح والمساء يجب عدد معدد ويبدأ المريد يزيد يرتقي في العدد افرد مش قادر فمندي له عدد بسيط بحس ما يتركش شيء هذا الورد يقوله ولو تلات مرات مش يقول أو حاجة يقوله تلات مرات لكن الورد الأساسي عندنا أو الأساس اللي بتقوم عليها الطريقة وهو خدمة الناس وقضاء مصالح الناس ده الورد الأساسي لنا وأطعام الطعام يعني الاعتماد الأساسي الأساسيات كلها تلات حاجات عندنا العلم لابد من العلم والتعلم والدروس الدينية والمحاضرات والتركيز على أن الشرع هو الأساس للمريدين ثم بعد ذلك تزيد عن الشرع يعني التصوف هو زيادة عن الشرع بالنوافر بالاكسر من النوافر يبقى عندنا أساسا العلم طعام الطعام ده الأساسي قضاء مصالح الناس دول الثلاث أسس التي تقوم عليهم الطريقة عندنا وده يعني وجدنا يعني أثار كتير في نفسنا كأبناء الطريقة ومن تربع لهذه الطريقة ولنا صيخ خاصة بنا يعني من ضمن لنصيرة صلاة على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لتفريج الهموم ودية كان أخذها الشيخ عبد الحليم محمود عن جدي يعني الشيخ عبد الحليم محمود فضلت الإمام الأكبر كان أخذ عهد على جدي وكان معاه الطريقة الشازلية عن سيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي في شبلنجة أخذ عنه الطريقة الشازلية وأخذ الطريقة الأحمدية عن جدي الشيخ أحمد أبو هاشم ولذلك حتى دايماً هو كان يبدأ أحاديثه بالصيغة بتاع الجدي لالله ما صلى على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربيه الكريم أن لله تعالى في كل نفس مائة ألف فرج قريب وسلم تسليماً كثيراً لديتصيغة جدي الشيخ أحمد أبو هاشم لتفريج الكروب وأخذها الشيخ عبد الحليم ودائماً كان يبدأ حديثه لما تستمع إلى الشيخ عبد الحليم حمود يبدأ حديثه أعطوه بهذه الصيغة وهي صيغة جدي الشيخ أحمد أبو هاشم وكان دايماً من المأسور عن جدي الشيخ أحمد أبو هاشم يعني ما عرفه أنه أخذ عنه أكثر من خمسة من مشيخ الأسر أخذوا العهد عليه وهو كان قاضياً يعني كان تعلم في الأظهر الشريف وكان قاضياً أيام حكم المختلط وكان من أقواله المأسورة كان يقول سلاس يغنين عن سلاس الحب يغني عن الجمال والستر يغني عن المال وحسن الخاتمة تغني عن الأعمال يعني كان دايماً يعني عندنا أقوال كثيرة جدي الشيخ أحمد أبو هاشم فإحنا عندنا يعني بنقوم على الأسس الثلاثة وهي العلم والتعلم وطعام الطعام قضاء مصالح الناس دين الأسس العريضة حتى كان دايماً الوالد يقول دين وردنا قضاء مصالح الناس دين ممكن يكون فيه جهاد النفس أو التحمل إن أنا أصبر وأساعد إن أنا أصبر وإن أنا أساعد وإن أنا ما نشغلش بنفسي وأترك الآخرين لأن عندنا من الإيمان أن يحب الإنسان لنفسه لأخيه مثلما يحب لنفسه ثم تأتي درجة أعلى من ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم أنك تؤثر غيرك وأخوك في الله تفضلوا عنه تقدموا عنك تترك مصلحتك وتروح تخلص له مصلحته دات الإيسار دات درجة أعلى من الإيمان كرامات الطريقة إيه؟ الكرامات ديت أمور يعني أولا يعني لابد نعرف الناس أن الكرامة هي أمر الخارج والعادة يظهر الله على يد عبدالصالح وزاده في تعريفه ملتزما بشرع نبيه يعني لابد أن أنا أكون ملتزم بالشرع درقنا الشبهات كده خلاص يبقى أمر الخارج للعادة يظهر الله على يد عبدالصالح ملتزما بشرع نبيه فتكون الكرامة هي كرامة للولي وفي ذات الوقت هي معجزة مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله فهذه الكرامات بتحدث كثيرا لمشايخنا مشايخ الطرق كلهم أغلبهم تحدث لهم هذه الكرامات كنوع هما لم تكن مقصودة ولكن يحدث شيء فتجد الشيخ يأمر بشيء أو ينطق بكلام أو يوجه توجيه أو فيكون في هذا الأمر هو الخير وتكتشف العلة بعد ذلك من تصرف الشيخ أو من قوله أو من فعله أو من أمره أو من توجيهه هذا يعني هذا هو الذي يعني يتربين عليه وهذا في سائر مشايخنا مشايخ الطريق إلى الله لأنهم بيكونوا خلصوا وتجردوا من الدنيا وعاشوا في محبة الله ومحبة سيدنا رسول الله وأولياء الله وفنوا في هذه المحبة فتجد أنها انكشفت لهم بعض هذه الأمور بيكونوا على درجة أعلى من الشفافية منا نحن لسا مبتدئين دول ناس في آخر الطريق فوصلوا إلى هذا الطريق فتجد تنكشف لهم بعض الأمور فيكون في شيء من الإلهامات إليهم بهذه الكرامات التي يمنحها الله لهم وتكون دليلا على صدقهم وتثبيتا لهم ولمريديهم أن يتمسكوا بهم ويزدادوا حبا وقروا من الله